بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج ووصلنا إلى قول الله تعالى إلا المصلين بعد أن استثنى الله سبحانه وتعالى من عموم الإنسان من عموم خلق الإنسان إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة ثم استثنى من هذا الأمر إلا المصلين ونحن قلنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شر ما يعطى العبد كمورد في حديث صحيح شر ما يعطى العبد شح هالئ وجبن خالئ فهذه من الصفات التي جعلها الله في الإنسان وقد تكلمنا عن الصفات في الإنسان وكيفية التعاون معها وما هو السلوك وما هي الغرائز وما هي الأخلاق وسنفصل إن شاء الله بعد أن نسرد الصفات التي استثنى الله سبحانه وتعالى بها عموم خلق الإنسان ونتكلم عن جزئية جدا مهمة وهي ما هو أثر العبادات على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه يقول الله سبحانه وتعالى في قوله إلا المصلين استثنى الله سبحانه وتعالى المصلون من جملة ما ذكر من خلق الإنسان في هذه الصفات فما المراد بالمصلين في هذه الآية فذهب ابن زيد كما ذكرها القرطبي أنه المراد الصحابة الكرام رضو الله تعالى عليهم وهو قول مرجوح والراجح كما ذكر أهل التفسير أنه أراد به عموم الإنسان أي ذكر الإنسان عموما ثم ذكر إلا المصلين إلا الذين آمنوا فجعل الصلاة علامة على الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر لذلك جعل الصلاة يعني ربما يسأل سائل يقول إذا كان الكلام عن عموم الإنسان فالإنسان فيه المؤمن وفيه الكافر فما الحكم أنه جاءت المصلين قال المصلون جاءت إشارة إلى من إشارة إلى المؤمنين لأنه لا يصلي إلا مؤمن فكأنه يعني إشارة إلى أهل الإيمان قال إلا المصلين وقالوا هنا المصلون عموم الإنسان فاستثنى الله سبحانه وتعالى أنه أهل الصلاة وأهل التقوى وأهل المساجد هؤلاء يعني قد حاولوا أن يقتلوا هذه الصفات ويزيحوا هذه الصفات أو يقللوا تلك الصفات في أخلاقهم وفي تعاملاتهم حتى يكون لهم ارتقاء إلى هذه الدرجة لذلك الذي يجد أن الصلاة لم تغير فيه شيء فليعلم أن ذاك نقص في أدائه في الصلاة أي أنه لم يؤدي الصلاة على حقيقتها وذلك الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن رأى نفسه أنه يؤدي الصلاة وما زال في الفحشاء والمنكر أن الصلاة التي يصليها ليست الصلاة التي ترتقي أن تمنعه عن الفحشاء والمنكر إذن يجب أن ينظر العبد أن هناك قياسات دقيقة يعني عندما يقول الله وإن جندنا لهم الغالبون عندما يخسر المسلمون في مسألة فليعلموا أنهم ليسوا جند الله على الحقيقة وإلا لكانوا غالبين وذلك عندما يقع تقصير أو يقع نقص أو يقع تقع معصية من جند الله في الجند كما كان يقول سيدنا عمر أن لا أخاف عليكم العدو بقدر ما أخاف عليكم ماذا؟ المعاصي فإن معاصي الجند أشد عليهم من عدوهم إذن هذه القياسات دقيقة جدا إذن معنى هذا أن هذه الأخلاق السيئة تزيلها وتمحقها الصلاة ولكن إذا بقي العبد على هذه الأخلاق وهو يصلي فليعلم أن في صلاته خلدا قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون أي أنه نجد أن القرآن الكريم عندما يذكر الصلاة في غالب القرآن يذكر لفظ الإقامة يقيمون الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ودائما تأتي لفظة الإقامة هنا في هذا الموطن لم تأتي لفظة الإقامة إنما جاءت لفظة الدوام قال الذين هم على صلاتهم دائمون ونحن قلنا الصلاة مأخوذة من صل العود إذا أذهب ماءه فالصلاة كأنها يعني أذهب ماء العود يعني تعرفون عندما تضع عود أخضر مثلا على النار تخرج منه ماء قليل الماء الموجود في العود يتبخر هذا الماء ثم بعد ذلك يحترق العود فلما يخرج هذا الماء من العود العرب تقول صليت العود إذا أخرجت أو أخرجت ماءه فكأن الصلاة على التشبيه هذا يقول كأن الصلاة تذهب الذنوب كما تذهب النار ماء العود الذين هم على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم ما قال الذين هم في صلاتهم دائمون أو لصلاتهم دائمون قال على صلاتهم دائمون وكأنه هذه الصلاة هم دائما حرصون عليها حرصون على وقتها وعلى صفاتها وهيئاتها وأركانها فهم في هذا الحرص الشديد في المداومة والضبط في المحافظة عليها قال الذين هم على صلاتهم دائمون كلمة دائمون هذه اختلف فيها أهل التفسير فذكروا فيها وجوها قالوا هنا على صلاتهم دائمون كما ذكر ابن مسعود والنخعي وغير ذلك فيما يذكره المام القرطبي قال وكذلك ابن كثير والطبري من قبله قال على صلاتهم دائمون قال يحافظون على أوقاتها وعلى واجباتها وعلى أركانها وشروطها فهم دائمون على هذا أي على المحافظة عليها وعلى آدائها على وقتها وعلى فروضها وعلى شروطها وأركانها وهنا قول آخر يذكره الامام الطبري ويذكره كذلك الامام القرطبي في قضية أنه دائمون أي خاشعون دائمون على معنى خاشعون لأنه ورد في حديث البخاري وصحيحا أيضا لكن لفظ البخاري نهى النبي يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم والمقصود بالدائم أي الساكن أي أنه في صلاتهم دائمون أي ساكنون أي خاشعون كما قال تعالى كما ذكر الشنقيط أيضا في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهنا الدوام بمعنى الخشوع لأنه من لوازم الماء الساكن الماء الدائم الذي لا يجري أنه يكون ماذا يكون ساكن والذي يسكن في صلاته فهو خاشع كأنه هذا المعنى على هذا اللازم الجميل الدقيق الذين هم على صلاتهم دائمون حتى قال أهل التفسير الذي يعني مما ذكر عن السلف قالوا الذي لا يلتفت يمنة ولا يسرة لا يمينا ولا شمالا ولا يعني تلهيه الشيطان بأنه يتحرك كثيرا في الصلاة من حك لحيته أو وجهه أو شعره أو غير ذلك فكأنه دائمون أي ساكنون ثابتون لا يتحركون فعلى معنى الخشوع الذي هو في الصلاة وقيل الذين هم على صلاتهم دائمون قالوا يكثرون من النوافل لأنه الدائم بمعنى الثابت الكثير الشيء الثابت فهنا ثابتون على دائمون على ماذا على الاكثار من النوافل والطاعات في الصلاة وكما ورد في الحديث الصحيح عن سيدة عائشة إن الله لا يمل حتى تملوا أي أن الله لا يمل عن إعطاء الأجر حتى يمل العبد ويتعب العبد من المداومة على العبادات أو حتى على الصلاة فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل ووجد حبلا مربوط في المسجد فقال لمن قالوا هذه الحبل لفلانة تصلي فإذا تعبت أمسكت الحبل وتقود الحبل على الوقوف وهذا الأمر لم يطلبه الله من العبد أن يصلي بهذه الطريقة بنتكليف النفس حتى أنه يقف فيصلي فلا يدري ماذا يقول فأمر بحل هذا الحبل وقال إن الله لا يمل حتى تملوا الله لا يمل عن إعطاء الأجر حتى يتعب الإنسان فليس له جهد أو قوة على الاستمرار بالطاعة نعم فالصلاة الدائمون على هذا المعنى أي أنهم يكثرون من النوافل ويكثرون من أداء الطاعات فوق الفرائف فهذه كلها على معنى دائمون وقيل أنه أيضا دائمون أي أنه لا يتقطعون في الصلاة لا يقطعون الصلاة فهذا أيضا بمعنى الدوام أنه يعني لا يقطعون الصلاة فهم مستمرين عليها كما يعني نلاحظ بعض الناس مع الأسف أنه يقول أنا أصلي في الجمعة فقط أو أصلي في رمضان فقط أو يصلي في مناسبات فقط وهذه كلها طبيعي مخالفة لشرط الصلاة التي تهذب الإنسان وتؤثر على خلقه ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم يعني إذ أخرجكم ببطون أمهاتكم الله أعلم بالإنسان وأعلم بما يصلح من حاله لذلك جعل هذه العبادات كأنها مثقاف والمثقاف الآلة التي يستعملها النجار في حك الخشب حتى يجعله سقيل فكأنه هذه العبادات تؤثر كثيرا على خلق الإنسان وكما اتفقنا سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة مستقلة بعد أن نتكلم عن العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآيات الكريمة قال الذين هم على صلاتهم دائمون أي يستمرون عليها على المعاني جميعها كلها ممكنة وكلها مقبولة من خشوع الصلاة من كثرة النوافل من محافظة على وقتها وأركانها وشروطها من عدم الانقطاع وتقطيعها وعدم يعني التفريط فيها فهذا كله يعني كله يؤدي إلى هذا المعنى نعم في المحافظة عليها نعم قال والذين في أموالهم حق معلوم ونلاحظ أنه يعني في سورة الآيات قال والذين في أموالهم حق للسائل قال في أموالهم حق للسائل والمحروم وهنا جاءت والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هناك جاءت حق للسائل والمحروم وهنا جاءت حق معلوم للسائل والمحروم يعني هنا جاءت لفظة معلوم زائدة عما جاءت في سورة الذاريات يذكر الإمام ابن زبير الغرناطي في ملاك التأويل وكذلك الإمام الإسكاثي في درة التنزيل عن الحكمة من وجود كلمة معلوم في هذه الآية ولم توجد في سورة الذاريات يقول أن هنا جاءت في الكلام عن الفروض عن فرض الصلاة والفروض هنا يعني جاءت على صلاتهم دائمون على معنى الصلاة المفروضة نلاحظ أن في سورة الذاريات جاء الكلام عن التطوع والتنفل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واضح يعني جاءت الآيات كلها على معنى الزيادة على النثل والأسحار يستغفرون هذا ليس من واجبات إنما بالتنفل مما يفعله العبد تقربا إلى الله قال يعني وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون أيضا هذا ليس بواجب على العبد إنما يعني الأفضل أن يفعله العبد ولكن إن لم يفعله لا يأثم عليه إنما هذه عبادة الأتقياء وعبادة من أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما هذا العرابي عندما جاء فقال ما علي قال عليك خمس صلوات وعليك مال تؤديه من الزكاة وعليك الحج وكذا وكذا وصوم رمضان فماذا قال قال والله لا أزيد عنها ولا أنقص فالنبي لم يقل له أنت هنا أخطأت ولم يقل له أنت هنا يعني لم تصب الخير لأنك قلت لا أزيد عنها ولا أنقص لأن هذه هي الواجبات التي يحاسب عليها العبد فما زاد عن ذلك فهذا نفل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والله لا يضع أجر المحسنين نعم فهنا فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العرابي بعد أن ذهب قال أفلح إن صدق إذا صدق بهذا والتزم بهذا فقد أفلح وأصاب الفلح إذن هناك في سورة الذاريات جاء الكلام من خلال الكلام عن الصلاة كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم إذن هنا جاء كله على التنفل وذلك حتى جاء العطاء هناك أيضا على معنى أنه ما جاء معلوم لأنه صدق غير معلومة صدق تختلف بين إنسان وإنسان حسب الطاقة وحسب الوسع وحسب القدرة إذن هناك جاءت حق للسائر والمحروم أي هناك عطاء مفتوح أما هنا لما تكلم عن الفرض الصلاة جاءت الزكاة هنا على ضبط الماذا على ضبط المعلوم لأنه لا يوجد حق معلوم إلا الزكاة والذي يعني يحاسب عليه إنسان لا يحاسب إلا على ترك واجب ولذلك لما جاءت هنا حق معلوم قصد بها قطعا الزكاة لأنه قال هنا حق معلوم سنتكلم عن هذه التفصيل لكن هذا يعني إشارة إلى ما ذكره ابن زبير غرناطي وذكره يعني من قبله الإسكافي في درة التنزيل وغرة التأويل نعم قالوا الذين في أموالهم حق معلوم نجد هنا الذين في أموالهم نجد أن الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة يذكرها الإمام الرازي في مفاتيح الغيب يقول أنه هنا ذكر الأموال ونسبها إلى العبد نسبها للإنسان قال يعني والذين في أموالهم بينما في آية أخرى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم نسب المال لنفسه فنجد أن السؤال هنا أنه يعني ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى مر ينسب المال إلى العبد ومر ينسب المال إلى نفسه يعني وآتوهم من مال الذي آتاكم الكلام كان في سورة النور والذي يرجع إلى سورة النور يجد أن الكلام فيما قبلها وفيما بعدها في الكلام عن الحث عن الصدقة والعطاء في سبيل الله لذلك أراد الله سبحانه وتعالى تقوية قلب العبد وزيادة جرأته في قضية الصدقة لأنه حقيقة يعني المغالبة المغالبة هي مغالبة النفس قبل أن تكون مغالبة العدو ولذلك يعني من لم يستطع أن يغلب نفسه لن يستطع أن يغلب عدوه فإن أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك لذلك عندما يعني يجاهد الإنسان نفسه في إعطاء الصدقة وفي إعطاء الخير فكأنه غلب هذه النفس وعند ذاك وصل إلى الخير لذلك نلاحظ أنه في تلك الآية كان الكلام عن الصدقة وعن العطاء فأراد أن يبين العبد أنه أنفق فإني سأنفق عليك كما قال ابن آدم أنفق أنفق عليك فكأن الله سبحانه وتعالى قال فأنت أنفق وأنا سأنفق عليك فقال وأتوه من مال الله الذي آتاكم أي أنت مجرد ستستلم مني المال فآتوهم أعطوا الفقراء مما أعطيكم أنا لذلك كان هناك جاءت نسب المال إلى الله لأنه في الحث على الصدقة وتقوية قلب العبد الضعيف أن يتصدق هنا الكلام عن ماذا الكلام عن بيان للعبد أو بيان العبد المسلم كيف أنه يعطي المال يعطي المال السياق ليست سياق حث على الصدقة الكلام عام في قضية والذين يعني في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم الكلام ليس في الصدقة وليس في الحث على الصدقة لذلك نسب المال إليهم لأنه ليس هناك مجال للحث على الصدقة السياق ليس في الحث على الصدقة إنما في أداء الواجبات وأداء الواجب العبد هو المكلف به ولما كان العبد هو الذي مكلف به نسب المال إليه أي أنه أعطي من ذلك المال الذي هو تظنه ما لك وتحسبه ما لك وإن كان حقيقة الأشياء كله إلى الله سبحانه وتعالى ولكن أنت هنا إذا أعطيت المال الذي هو لك وأخرجت منه حق الله في الزكاة فأنت في تلك الحال فأنت يعني على خير كثير وعلى يعني نعمة عظيمة من الله حيث وفقك الله سبحانه وتعالى إلى العطاء من باب الطرائف هكذا يعني يروي أهل التفسير ويذكر ذلك الإمام نيسابوري في الغرائب في غرائب القرآن وغرائب الفرقان ويذكرها أيضا بعض أهل الطرائف يقولون يعني كان هناك أحد العلماء في المسجد أحد المشايخ في المسجد وكانت له حلقة فكان يتكلم عن الصدقة وعن العطاء وغير ذلك فقام شاب جالس في الحلقة يسمع الشيخ فسمع الشيخ يقول أنه إذا أراد الإنسان أن يتصدق حام حول قلبه سبعون شيطان يمنعونه من الصدقة يعني تحوم الشياطين حول قلبه يوسسون له بالفقر والحاجة وغير ذلك حتى يمنعه من الصدقة يقول فقام هذا الشاب فقال له شيخ أين قال إذن لي يا شيخ والله لأذهب وأغلبن السبعين شيطان سأغلب سبعين شيطان وأأتي يا بني اجلس قال لا لن أجلس حتى أغلب السبعين شيطان يقول فذهب إلى الدار ثم دخل إلى داره إلى بيت المونة ثم ملأ ثوبه طعاما فلما أراد الخروج استوقفته الزوجة فما زالت تدافعه حتى أين تذهب برسق العيال وطعام الأولاد فما زالت تدافعه حتى أفرغت ثوبه ثم أخرجته وأغلقت الباب فرجع إلى المسجد فلما رأه الشيخ قال ما فعلت يا بني قال الحمد لله يا شيخ أنا غلبت سبعين شيطانا ولكن والله جاءت أمهم فغلبتني قال وفي أموالهم قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هنا الحق المعلوم الذي عليه أكثر أهل التفسير وهذا يعني ما ذكره جمع كبير مفسرين القرطبي قال وهذا هو الأصح ووفقه في ذلك الإمام الرازي وكذلك الإمام الطبر من قبله وقال الشنقيطي وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير وكذلك ذكره ابن العرب المالكي في أحكام القرآن وقال الحق المعلوم لا يكون إلا في الزكاة فقد روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن نخعي وعن ابن زيد أنه في هذه الآية الحق المعلوم هو الزكاة وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير أنه الحق المعلوم هو الزكاة منهم من قال على أنه الحق المعلوم هنا واستدلوا حقيقة على قضية أنه يعني على أنه المراد بها الزكاة بعدة أشياء أولا قالوا أنه لا معلوم إلا الزكاة فهذا إشارة أولى الإشارة الثانية قالوا على أنه الله سبحانه وتعالى ذكر الكلام في أموال حق المعلوم للسائل والمحروم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هذا الحق على معنى أن الذي قصر فيه وانتقص منه كأنه قد وقع في الإثم وهذا لا يكون إلا في الواجبات ولا واجبة إلا في الزكاة وكما ورد عن ابن عباس أنه قال يعني وإن كان القول يعني ربما يسمعه المشاهد يعني يسمعه في يعني يحتاج إلى بسط وشرح أنه ابن عباس ورد عنه أنه قال يعني ليس على العبد إذا أعطى حق الله من الزكاة صدقة ولكن هذا هنا يعني يحتاج إلى بسط وشرح ليس المعناه أن العبد لا يتصدق بالعكس أنه جاءت الآيات الكثيرة في الحث على الصدقة والخير والعطاء إنما المقصود على أنه الذي سيحاسب عليه العبد عند الله هو إخراج الزكاة أما الصدقة فإن فعلها فهي خير له وأجر كبير وإن لم يفعلها واكتفى بأداء الزكاة كما قال ذاك الأعرابي أفلح إن صدق كأنه هذا المعنى وإن كان ورد عن ابن عباس قال إن في المال حق أكثر من قضية الزكاة قال تقرئ ضيفا وتعين مسكينا وتطعم يعني تعين محروما كلها هذه أيضا من الأبواب الخير وكان ابن عمر لما سئل عن أنه هل في المال حق غير الزكاة قال إن في المال حقوقا غير الزكاة وهذا أمر منتشر ومشتهر بين السلف رضي الله تعالى عليهم أما ما أراده ابن عباس في هذا القول إنما أراد بيعا عظم منزلة الزكاة الإشارة الثالثة أنه قالوا أن القرآن من عرف القرآن أي المتعرف في القرآن الكريم أنه ما يذكر الصلاة إلا ويتبعها بذكر الزكاة فلما ذكر هنا الذين هم في صلاتهم دائمون قالوا إذن الكلام في الحق المعلوم لا شك أنه المراد بهذا الحق المعلوم هو الزكاة وإلا فإن يعني الزكاة والصلاة والزكاة يعني كما وردت في آيات كثيرة لا يفرق القرآن بينهما وقد قال ابن عباس ثلاثة لا يقبل الله واحدة منهن دون الأخرى كما قال يعني أطيع الله وأطيع الرسول فالذي لا يطيع الرسول كأنه عصى الله ويعني في قضية بر الوالدين وقال ربك لا تعبد إلا إياه والولدين إحسانا أيضا هنا قرن بر الوالدين مع طاعة الله وكذلك قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال فمن فرق بين الصلاة وبين الزكاة هذا أيضا لا تقبل منه وكذا ما فهمه سيدنا أبكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما حارب أهل الردة عندما فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فهذا دليل على أن حق المعلوم هنا المراد بها الزكاة نعم وهناك من قال كما قلنا أنه الحق المعلوم أريد به الصدقة وأريد به العطاء حتى ورد في الحديث أنه ذكره التعلبي أخرجه التعلبي في الكشف والبيان قال يعني الأغنياء الفقراء يأتون يوم القيامة فيقولون يا رب ظلمنا الأغنياء ظلمون حقنا وانتقصون حقنا فلم يعطون حقنا فيقسم الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لأقربنكم وأبعدنهم أنه هذا على أنهم قصروا في حق الله وقصروا في إعطاء حق الفقير وما زال في الآية بقية من كلام إن شاء الله ندخره حتى نتكلم في ذلك في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته